عبر مجلساء الأعيان والنواب خلال رديهما على خطاب العرش السامي عن اعتزازهما بلوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس وأشار المجلسان إلى أنهما يجدان نفسهما أمام مسئولية وطنية في صناعة حالة من الوعي لتمكين الشباب والمرأة عن طريق إيجاد قيادات جديدة تحمل روافع المشروع الوطني ويكون لهما الحضور الفاعل في المجالس النيابية وفي حكومات المستقبل من خلال انضمامهما للأحزاب مؤكدين دعمهما المطلق تجاه حق الشباب والمرأة بطليعة الدور في الأحزاب البرامجية